دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي إلى إجراء تعديل حكومي يخرج بعض الوزارات من حالة الركود وفق تعبيره وجدد الطبوبي تاكيد على رفض الاتحاد لإجراءات رفع الدعم عن السلعي الرئيسية الاتحاد العام التونسي للشغل في خطوة جديدة يصاعد من مستوى المطالب رئيس الاتحاد نوردين الطبوبي دعا إلى إجراء تعديل حكومي يخرج بعض الوزارات من حالة الركود على حد تعبيره منتقدا الأداء المتراجع لعدد من القطاعات والإدارات ومند ذلك بحسب الطبوبي راجع إلى ما وصفه بالتعيينات المتتالية على رأس مؤسسات الدولة أما على المستوى الاجتماعي حذر الاتحاد مجددا من الآثار المتفاقمة للأزمة الاقتصادية العالمية على يوميات المواطن التونسي دعيا إلى المراجعة التشاركية لمنظومة الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الأساسية ورفض أي خطوة لرفع الدعم عن هذه المواد نجدد موقفنا الرافض لرفع الدعم والداعي إلى مراجعة تشاركية لمنظومته ونحذر الحكومة من أي إجراء يستهدف المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب ونعتبر الاتفاقيات السرية التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء وسيتسدون إليها بكل الطرق المشروعة والنظالية رسائل الطبوب جاءت في ضرف زمني حساس بحكم تزامنها وحملة انتخابية للمجالس النيابية في تونس وهي انتخابات كذلك ينتقدها اتحاد الشغل ووسط سعي الحكومة وأعلى هرم الدولة لإيجاد الحلول للوضع الاقتصادي الذي يرهقه عجز ميزانية فضلا عن مفاوضات ماراثونية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض يضمن الانعاش الاقتصادي وفي وقت سابق شدد الرئيس التونسي قيس السعيد على ضرورة العمل لتخفيض الأسعار ومحاربة المضاربين والمحتكرين للسلع ومشيرا الى ان العدالة الاجتماعية هي اساس الاستقرار معنا من تونس صحفي في جريدة الشعب طارق السعيدي ومن تونس ايضا ينضم الينا الكاتب الصحفي بسام حمدي مرحبا بكم ضيفي الكريمين ابدأ معك استاذ طارق السعيدي اتحاد الشغل في خطوة لافتة يرفض الانتخابات النيابية ويقول انها بلا رائحة ولا طعم ما سر هذا الانقلاب في الموقف مساء الخير تحية لك ولي ضيفك ولي كافة المشاهدين الاتحاد العام تونسي للشغل اليوم عبر على موقف يعني موقف دائم موقف ثابت لم يتغير منذ اللحظة الاولى لاندلاع الثورة الاتحاد العام تونسي للشغل كان رافضا لأي برنامج اقتصادي واجتماعي لا يخدم مصلحة التونسيين كان رافضا بالضرورة لأي تفرد من الحكم هذا النزعة التفردية بالحكم حاربها وصارعها الاتحاد العام تونسي للشغل ودفع ثمنها ضد حركة النهضة وضد حكومة الترويكا وهجمات يعني 4 ديسمبر كان الدليل على ذلك ودفع ضريبتها الدم ايضا بعد ذلك نزعة التفرد التي اراد ان يقود بها يوصف الشاهد الحكومة وان يضع كل تونسيين امام الامر الواقع صارعها الاتحاد العام تونسي للشغل باضراب بين عامين فالاتحاد العام تونسي للشغل كان يراه في فترة يعني ما قبل 25 جويل اختناقا سياسيا لابد من ان يقع الانفراج باي وسيلة كانت وجاءت تجراءات 25 جويل التي كانت من مفترض انها تؤدي الى يعني موقع جديد ووضع جديد السياسي والجتماعي واقتصادي للأسف الشديد الاجندة السياسية ارهقت القائمين على الحكم في مسار 25 جويل وبالتالي اهملوا القضايا المركزية والاتحاد العام تونسي للشغل كان قد نبه من اهمال الجانب الاقتصادي والسياسي نحن نتحدث عن سنة ونايف سنة وشهرين هي مدة كافية لتبدو فيها ولتظهر فيها بوادر الانجاز الحكومي هذا الامر غير متوفر وبالتالي فانه يرفضه برمته يعني يرفض الحكومة ويرفض ايضا هو لا يرفض الانتخابات على اعتباره ليس طرفا فيها ولكن لا يعتبر انها انتخابات ستحمل الامل هذا بالضبط ما يجب ان يفهم من خطاب رفيق لمن العام نوردين طبوبي اليوم هي انتخابات لن تؤدي الى تغيير الواقع نعم هو يرفض الانتخابات النيابية ولديه كثير من الاعتراضات على الحكومة الحالية ويقول يجب التغيير والاكثر من ذلك انه يتحفظ حتى على الدستور التونسي الذي ولد هذه الانتخابات لماذا لم يكن هناك تصعيد في تلك الفترة يعني حينما كانت هناك استفتاء على الدستور لماذا لم يحرك القواعد النضالية وبالتالي الاتجاه نحو رفض هذا الدستور لماذا يتحدث الان الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد العام التونسي للشغل لانه يميز الادوار جيدا الادوار ما تطرعه هو دور الاحزاب السياسية ان تحرق قواعده وان تتوجه من اجل الرفض ومن اجل ايطاحة الدستور ما اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعرب عن موقفه في ابانه هو رفض المشاركة في لجنة السياغة واعتبرها لجنة شكلية وان الدستور جاهز وهذا ما حصل بالفعل يعني دستور فاجأ اللجنة والدستور خارج اللجنة بالتالي فان الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن هذا الموقف اما ان يقود الجماهير العمالية والجماهير النقابية من اجل معركة سياسية فهذا لا يعتقد الاتحاد انه دوره معركة الاجتماعية يخوضها الان بكل ذراوة ويخوضها بكل الاليات القانونية المتاحة وبكل السبل ولكن المعركة السياسية واستبدال العنظمة وان تحت الدستير هذه مهمة الاحزاب السياسية والاتحاد يقول موقفه دون ان يشحن او ينخرط انخراطا مباجرا في اسقاط النظام سوف نتحدث عن الاضرابات التي تحدث عنها الاتحاد العام التونسي للشغل هذه اضرابات ستكون مهنية بالاساس سأعود اليك في هذه النقطة تحديدا ولكن دعني اسأل سيد بسام حمدي فيما يتعلق بالتصعيد الحالي الذي يمضي فيه الاتحاد العام التونسي للشغل كيف يمكن تفسيره مساء الخير تحية طيبة لضيفك الكريم ولجميع المشاهدين اعتقد ان الموقف الصادر اليوم على الاتحاد العام التونسي للشغل يندرج في عمق التقلبات السياسية الحاسلة خلال هذه الفترة ابرز ربما النقاط الكبرى لهذه التقلبات السياسية ان السلطة الحالية الحاكمة اليوم ترغب في اجراء تعديل وزاري رئيس الجمهورية قيسعيد يفكر منذ فترة في اجراء تعديل وزاري على تركيبة الحكومة ويحمل الكثير من الوزراء مسؤولية الفشل في معالجة الكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية اعتقد ان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم راد من خلال الموقف الذي اعلنه امينه العام نوردين تابوبي استعجال قيسعيد في تنفيذ القرار المواجل وهو التحوير الوزاري اعتقد ان التحوير او ما يسمى في تونس بالتعديل الوزاري قد تم تأجيله سابقا نظرا لعدة اعتبارات هم هذه الاعتبارات ان مصار التفاوض مع صندوق النقد الدولي مزال الى حد اليوم متواصلا والحال انه لا يمكن لرئيس الجمهورية اعفاء وزيرة المالية ووزير الاقتصاد من الهامه وهم يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي كذلك هناك اعتبار ثاني ربما عطل اجراء التعديل الوزاري وهو الاعداد مشروع قانون المالية العمومية لسنة الفين واثنين وثلاثة وعشرون ربما هذه الاعتبارات هي التي عطلت التعديل الوزاري في المجمل اعتقد ان موقف الاتحاد العام تونسي للشغل يندرج في عمق التقلبات السياسية الحاصلة اليوم وربما هو ليس مناهض لخيارات رئيس الجمهورية الذي يسعى بدوره الى اجراء التعديل الوزاري هناك بعض القراءات هناك موقف مناهض لهذا المصار يعني مسار التفرد ومصار الغموض السياسي الذي تمضي فيه البلاد حسب توصيف الاتحاد العام التونسي للشغل والان يعني يرفض حتى الانتخابات ويقول بانها بلا طعم ولا لون وبالتالي نحن امامه يعني استدارة للاتحاد العام التونسي للشغل يعني بنسبة كبيرة هو اعتقد الموقف ليس استدارة من اتحاد العام التونسي للشغل توجاه مصار 25 جوليا الذي دعمه يوم 26 جوليا اعتقد انه اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد قيس سعيد ربما في تبجيل المسألة السياسية والدستورية ويعني تقديم الاسباقية في الاستفتاء والانتخابات على المسائل الاجتماعية والمسائل الاقتصادية الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم يحاول ربما فرض الضغوطات على قيس سعيد من خلالها للانشغال اكثر بالملفات الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان قيس سعيد لحظنا انه ربما انهمك كثيرا في الملفات السياسية اذا اعتقد ان الاتحاد اليوم لا يستدير على التلحاد العام التونسي للشغل وانما يحاول الضغط عليه اكثر في المقابل اعتقد انه رئيس الجمهورية قيس سعيد سيطلق الرسالة عاجلا من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وان الرجل يبحث منذ فترة عن بدائل هذه البدائل ربما ستكون على رأس الحقائب الوزارية ذات الاختصاص المالي والاقتصادي خاصة وانه ربما خلال الفترة الاخيرة اتضح من خلال البيانات الرسمية لرئيس الجمهورية انه يوجه لوما للكثير من الوزراء خاصة في مسائل تخص ربما الاسعار وتوفر المواد البارحة استمعنا لهذا الموقف وضرورة الحفاظ على الدعم الاجتماعي وانه الدولة لن تتخلى عن هذا المصار وما الا ذلك لكن رغم ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ودعني اسأل هنا سيد طارق السعيدي انه يحذر من معركة اجتماعية يعني منذ ايام يتحدث عن معركة اجتماعية في الافق وبالتالي يحذر الحكومة من ذلك هل يبدو الاتحاد ماضي في هذه الخطوات قبيلة الانتخابات المقبلة تحريك ورقة الشارع سيد طارق في الحقيقة هذا الامر غير مطروح كما قلت سابقا الاتحاد العام التونسي للشغل ليس فاعلا سياسيا يعني لا يطمح إلى الحكم لا هو يدخل من باب من البوابة الاجتماعية سيد طارق حينما نتحدث عن معركة اجتماعية هو يدخل من باب هذا دوره وليس مدخل نعم المعركة الاجتماعية دوره هو صميم دوره وليست بابا ليدخل منه والاتحاد العام التونسي للشغل كما تلاحظون وكما تتابع أنت ونعرف أنك تتابع شأن التونسي وشأن المغاربي الاتحاد العام التونسي ليس في حاجة إلى مداخل عندما يخوض معركة السياسية يخوضها وعندما قرر أن يعلن الاضراب العام السياسي بمناسبة أو في إطار اغتيال الشهيد شكري بالعيد ثم الاضراب العام السياسي احتجاجا على اغتيال الشهيد شكري محمد البرامي لم يواري ولم يداري ولم يكن مضطرا إلى الدخول من أي مدخل لا اسمح لي طارق حتى نضع النقاط على الحروف لما نقول أنه يدخل من البوابة الاجتماعية التي هي في صميم مهامه ووظائفه هو يدخل للمسائل السياسية لأنه الآن يرفض الانتخابات يرفض الكثير من الأمور وبالتالي هو أيضا دخول في الملعب السياسي هذا هو المغزى نعم فهمت وريد أن أقول أن الاتحاد يعلن أنه فاعل سياسي ولكنه غير فاعل حزبي الفاعل السياسي الصحافة فاعل سياسي المجتمع المدني فاعلون سياسيون ولكننا لسنا فاعلين حزبيين أي أننا لا نطمح إلى أن نحل محل السلطة القائمة باختصار شديد ما أريد أن وضعه والآن في تونس في علاقة ما يوقف الاتحاد العام تونسي الشغل هي أن الاتحاد يرى أن سوء إدارة المرحلة يعني نحن أمام فرصة تاريخية لتصحيح مصار الثورة ولتصحيح مصار السياسي العام غيرها أن هذه الفرصة لم تقع إدارتها بالشكل اللازم سواء عبر كما تفضل الضيفة وكما قلت أنا سابقا تغيان الأجندة السياسية وربما محاولات المقولات التي رفعها الرئيس قيس سعيد خلال حمناته الانتخابية يريد أو يسعى إلى تفعيلها وهي مقولات يعني هامشية لا تمس جوهر الموضوع يعني كما مسألة الشركات الأهلية وغيرها من تلك الأمور وهي مسائل ربما عطلت الفكر السياسي للسلطة الحالية على حسن حكمة المرحلة وإدارتها بالشكل الجيد الشكل الجيد الذي يراه الاتحاد العام التونسي للشغل هو أولوية اقتصادية اجتماعية حتى لا تنفلت الأمور على الجميع الاتحاد العام التونسي للشغل يرى أن ربما ثورة جياع قادمة ستهز كل الأركان كل أركان الدولة وكل أركان المجتمع وبالتالي هو يحذر منها ويدعو إلى ضرورة حسن إدارة هذه المرحلة والرئيس قيس سعيد هو المسؤول عن هذا الأمر وبالتالي عندما يقول له أن الانتخابات بلا لون ولا راحية يعني أنها ليست الحل الحل في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضرورة طرح بديل تشاركي من أجل إقاذ تونس هذا ما يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة الحساسة بس اسمح لي في هذه النقطة يعني الآن الاتحاد يحاول الضغط لتعديل البوصلة السياسية الاقتصادية في البلاد لأنه حسب ما يتحدث سيطرق لا تمضي بالشكل الصحيح ولا يتم إدارتها بالشكل الصحيح هل تتوقع بأن الرئيس قيس سعيد سيستمع لكل هذه النداءات وبالتالي يستجيب بشكل فوري لما يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة فيما يتعلق بالتعديل الحكومي خاصة فيما يتعلق أيضا ربما بتأجيل الانتخابات هو مؤكد أن ربما المطالب التي يرفعها الاتحاد العام التونسي للشغل هي في صميم ربما الهواجسة التي يعمل عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة منها التعديل الوزاري ربما من الناحية السياسية أعتقد أنه مثل ما قلت سابقا طبوبي ربما حاول استعجال قيس سعيد في إصدار الإجرايات المتعلقة بالتحوير الوزاري وفي ذلك مكسب سياسيا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل ربما يريد أن يظهر لمنظوره بكونه الطرف الضغط على رئيس الجمهورية وكونه الطرف الذي فرض التحوير الوزاري والحال أن التعديل الوزاري كان يفكر فيه رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة لكن ربما الضغطات الاتحاد العام التونسي للشغل والأهم في ذلك تندرج في إطار المصلحة الوطنية اليوم الاتحاد لاحظ أن هناك تعطلا كبيرا في الكثير من الحقائب الوزارية مثل ما ربما لاحظ ذلك رئيس الجمهورية وأعتقد أن الرسالة وصلت اليوم من اتحاد الشغل لرئيس الجمهورية والرسالة هي التسريع بإجراء التعديل الوزاري لكن اليوم الشروع في تنفيذ التعديل الوزاري رهين ربما موفقة صندوق النقد الدولي على القرض الموسر اليوم لا يمكن إقالة وزير الاقتصاد ووزيرة المالية من منصيبهما لا تبعطهما بملف المفاوضات هذه واضحة ولكن تأجيل الانتخابات قد يكون بعيد المنال سيد بسام باختصار لو سمحت حسب ما فهمت منك تأجيل الانتخابات وتقديم أولوية لا أعتقد أنه سيتم تعديل نعم لا أعتقد أن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية اليوم تم الشروع في الحملات الانتخابية ربما اتحاد شغل لا يرغب في تأجيل الانتخابات وإنما يحاول الضغط والدفع برئيس الجمهورية حتى يهتم عكسر صورة واضحة السيد بسام لأن الفقرة انتهت شكرا جزيلا لك السيد بسام حمدي الكاتب الصحفي وأيضا أشكر الصحفي في جريدة الشعب طارق سعيدي كنتم معي من تونس شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا